اشتركوا في القناة وعديد من المناسبات والبطولات الدولية حتى توجت بعام الذهب الذي كان العلامة البارزة في تاريخ الرياضة البحرينية مشيرا سموه الى ان دعم جلالة الملك المفدى ساهم في تطوير كرة القدم البحرينية وتحقيقها نقلة نوعية بارزة شكلت الاساس القوي لانطلاقتها نحو تحقيق الامنيات والتطلعات وقال سموه بمناسبة نهائي كأس جلالة الملك لكرة القدم ندرك تماما ان توجيهات جلالة الملك المفدى دائما ما تشكل لنا نبراسا يضيء لنا دروب التقدم نحو بناء حركة رياضية قوية قادرة على التنفس وتحقيق الانجازات في مختلف البطولات بما فيها كرة القدم والتي نتطلع الى ان تكون قوية جدا في كافة جوانبها وقادرة على المضي قدما في تحقيق الظهور المشرف في كافة البطولات واضف سموه ان رعاية جلالة الملك المفدى للمباراة النهائية لكأس جلالته لكرة القدم تمثل تأكيدا واضحا على دعم جلالة الملك المفدى لكرة القدم في المملكة والاستراتيجية الجديدة لها والتي تم وضعها من اجل ضمان السير كرة القدم البحرينية على الطريق الصحيح للتطور في مختلف كيانها واركانها وهو الامر الذي يشكل لنا ولأسرة كرة القدم في المملكة دافعا قويا من اجل تنفيذها بالشكل الامثل وصولا لتحقيق اهدافها النبيلة وتبع سموه نبارك لفريق الرفاع وفريق الحد وصولهما الى المباراة النهائية لكأس جلالة الملك لكرة القدم ونحن على يقين تام بان الفريقين يتطلعان الى رفع الكأس الغالية واختتم اسموه نثمن عاليا دعم الشركات الراعية لكأس جلالة الملك المفدى والذي سيسم دعمها في تنفيذ استراتيجية تطوير كرة القدم البحرينية ترجمة نانسي قنقر